ما قاديش نغادر الأزمة الفلسطينية أو ما يقدت في فلسطين وتدعيات ما يقع حالياً بالبحر الأحمر الأمر مهوش يعني مشي حاجة سهلة ليراه واقع الآن اليوم شركة بيبي بريتيش بيتروليوم اللي هي شركة بريطانية عملاقة في النفط هي رابع أكبر شركة نفط في العالم أعلنت اليوم تعليق عبور جميع سفنها في البحر الأحمر على غرار العديد من شركة النقل البحري مثل مايرسك، مثل سي جيام الفرنسية مايرسك، أعتقد نرويجية وسي جيام الفرنسية هناك عدة شركات أعلنت توقيف عن عبور سفنها عبر باب مندب باب مندب هو الذي يفصل بين البحر العرب أو المحيط الهندي والبحر الأحمر قبلت سواحل اليمن وقالت الشركة في بيان نقلته وقالت فرنس بريس نظر لتدهور الوضع الأمني للنقل البحري في البحر الأحمر قررت شركة بريتيش بيتروليوم مؤقتاً تحليق جميع عمليات العبور من البحر الأحمر هذا الأعلان أنت بريتيش بيتروليوم أنت الشركات النقل العالمية عن تعليق حركة سفنها عبر باب مندب أعتقد أنه مقدمة لتحالف دولي حسب ما جاء هنا في ديفونس أرابيك تحالف دولي سمته الولايات المتحدة الأمريكية عملية هارث الرخاء لردع القطيين ومهاجمته هذا أمر تطور خطير جداً هذا تطور خطير جداً فعلاً الحوتيين هاجموا سفن وأعلنوا في بيانات لهم أنهم دعماً للقضية الفلسطينية ومن أجل رفع الحصار إلى أهل غزة لكن أعتقد أن هذا الأمر الذي تحدثت عنه ديفونس أرابيك قالت أنه خلال زيارته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع المقبل سيعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تشكيل عملية هارث الرخاء وهي صفقة الجهد دولي جديدة لمواجهة تعديدات الحوتي يعني سيجمعون سفن قربية وسيتم استهداف أو ضرب مواقع الحوتي ولكي يمنعهم عن استهداف السفن في المستقبل وهنا يعني الحوتي هي أحد أدرع نظام نظام طهران الحوتي استكبو الجرائم حق اليمنيين هم يحكمون بدعم مباشر من النظام الملالي لكن يبقوا يمنيين وانا وجهة النظر نتاعي يعني منفعتش يعني الحرب اللي كانت بينهم بين السعوديين والإماراتين أعتقد أن التفاوض معهم هو أفضل سبيل لأولا يعني تقليل تأثير إيران عليهم لأنه قلت لكم هم يبقوا جزء من الشعب اليمني وبالتالي على الدول العربية أن تستفيد من الدرس وأن لا تدخل في مواجهة مع هذا الفصيل الذي يتحكم في العاصمة صنعها لحد الساعة وتدعيات هذا الشيء اللي رأيه واقع غير يكون عنده يعني أثر سلبية على مصر وعلى الأردن بدرجة يعني متساوب يعني مصر ستتدرر مداخلها من قناة السويس طبعا والأردن الأردن كذلك أنا أعتقد أنه آن الأواني لمراجعة السياسة والتعامل مع هذا الحركة التي تسيطر على صمعاء على اليمن ويعني سحب البلساط من النظام الملالي الذي يتحكم فيها الخرب ما در تواله الأفضل الأفضل التفاوض والأفضل يعني الجمع بين الأشقاء في اليمن من أجل بناء دولتهم وممكن جداً نظراً للأمور متعلقة بالطائفة أن يقوم العراق بدور بارس في هذا المسألة هذه هي وجهة نظراً تاعي بخصوص الوضع في اليمن سنقول لنا إلى المغرب واليوم نقلل عن وكالة الأنباء المغربية الرسمية وزيرة الشؤون الخارجية لمالاوي وهي نانسي تيمبو اليوم زارة الرباط وأكدت على دعم بلادها لوحدة وسيادة المغرب على صحرائه وجات طبعاً دشنت مقر سفارة المالاوي بالرباط وقالت بأنها تدعم أيضاً جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى خل سياسي وواقهي وعملي ودائم للنزاء حول الصحراء ودعمة مالاوي مبادرة الحكم الداتي التي تقدم بها المغرب ماركو مشترون ماركو يعني ما يفوتش أسبوع جي دولة من إفريقيا من آسيا من أوروبا من أمريكا وتعلن دعمها المخطط الحكم الداتي وتعترف بسيادة المغرب على الصحراء وهذا انتصارات ديبلوماسية رايح تحققها المغرب خصوصاً في هذه الأربع سنوات الأخيرة والتي أكدت على أن المنتظم الدولي اقتنع برؤية المغرب وبعدلة قضيتها وأن العصابة الحاكمة في الجزيرة اللي فاشل في المستوى الداخلي واللي فاشل فشل داريع في ملف الصحراء المغربية تراجع نفوذها وتعتيرها على الدول ورح تعيش عزلة وأن القلة القليلة من الدول من تؤمن بهذه الأسطوان المشروخة وأن الغالبية تعدو مقتنعة بأن الحل لن يكون خارج إطار سيادة المغرب على الصحراء دائماً مع ملف الصحراء والأمر هنا شخصي الانفصالية أمينة حيدر راني نقرأ هنا نقرأ على أحد الصادقات قالت بأنه إسبانيا رفضت بشت جدد تصريح الإقامة للناشطة الانفصالية أمينة حيدر والتي كانت حصلت على تصريح الإقامة في إسبانيا لإسباب إنسانية منذ 16 سنة وقالت بأنه في نفس الوقت القنسولية الإسبانية بأجادير رفضت منح ثلاثة من العناصر الانفصالية بالحصول على تشهيلة لدخول الأراضي الإسبانية لأمينة حيدر التي كانت يعني تنشط بشكل علني وتزور المخيمات ووظفتها العصابة لصالحها وهي التي تنتمي إلى عائلة وطنية عائلة مؤمنة بمغربية الصحراء مؤمنة وتفتخر بمغربيتها لكن كما نقول عدنا عدو عشور دائما في العائلة كي نوعد يخرج من الصف وهذه خارجة من صف عائلتها وخارجة من صف الأمة المغربية نسألو لها الهداية ونسألو لها الهداية والهداية اللي باقي من انتدعوا بالعصابة اللي تلعب بيهم وتوظفهم تلعب بيهم وتعطيهم زوج دوره وباش كيم يقولوا وتكذب عليهم وهم أصلا هاد العصابة الحاكمة في الجزيرة متأمنش بهذا المشروع الدولة الوهمية ومتأمن فقط يوظفهم في إطار السراع المرضي انتحد العصابة مع المغرب وفي السياق نفسي واحد من العناصر البوليزاريو رانا نشوفه هنا نقلا عن موروكو انتليجانس قل لك اليوم كان كان داخل ميناء مستغانم يعني جاي من إسبانيا وكيدخل بريزانتال باسبورن تاع جمهورية الواقع لا دوان لا طف لا بوليز فرانتير انتع الميناء ميناء مستغانم بغرب الجزيرة قالوا لا احنا ما نستعرفوش بهذا 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 الباسبور لاحظوا هذا المنشور ونقلوا المنشور عليه يعني هو اون فرسون تكلم رايقول باللي لا دعم لا بورتو يعني ميناء ميناء العاصم ميناء المستغانم لا يعترف بجمهورية العراصد يعني جمهورية الواقع وفرضوا عليه باش يقدم لهم ترافل دوكومنت انتع اللجوء يمكن هو عايش في اسمانيا مشعطاهم هذا الفاسبور لازرق قالوا لا هذا ما نعترفوش به هذا ما نعترفوش به وسته نورمال نعترفوش به لأن القوانين ودولية تفرض رغم أن العصابة رغم أن العصابة تعترف بجمهورية الواقع لكن هذا الراف البور هذا البافيس تعمل بورتها مستغلة بطبق القانون قال لها عندها السيستام عدد الدول التي يعني نقبلوا الباسبورتها ما كانش باش تعرفوا بلي العصابة هذه باش تعرفوا الاعتراف انتع العصابة بجمهورية الواقع حتى معنا أبسط شي لما تكون في الفرونتير إذا جبت الباسبور انتع جمهورية الواقع ما يستعرفوش بلي لأن في السيستام اللي كان عند اللي موجود في المطارات وموانئ العالم لو كما تكون الدولة عضو في الأمم المتحدة هيئة يعني كان هيئة دولية انتع الجوازات ما كانش هذا الباسبور ما يقبلوش هذا انخلع تشوك درجته كيف كيف زعم الجزائر والتي كده وسي نورمال سي نورمال هو السيد الخدمة وقال لك ما نتقبلك لأن هو ما رح يدير في الخدمة وقوامر ويطبق القانون قانون الدولي رح يطبق هنا القانون الباسبور متاع جمهورية الواق ما يفوتش ما يفوتش مام فليبيين اللي تستعرن بيكم يعني اللي داير لكم زعم مشغول في السفارة وردينكم انتم جمهورية روح لسي دا فريق إلى تدخل بهذا الباسبور ما يقبلوش لأن القانون يفرض عليهم أنهم يقشروا على جواز سفر معتمد وانتم جواز سفر تاعكم بشي قانونية ما عنده حتى قانونية والسيد هدا تفاجأ وجاته غريبة قال كيفاش هدي الجزاير زعم هاللي محتار نطنة ومبعد ومبعد كنت يتصاجي بالقانون الدولي ما عندك هدك الاعتراف بله وش رميته ما عنده حتى أساس عليك كنا نقول لكم يسموكم جمهورية الوهم جمهورية الوهم هنا تتجلى أبهى صور جمهورية الوهم لو كانت عندكم جمهورية صحيحة وحقيقية هدك الباسبور تتخل بيه ويتطبع لي فيه ونورما هذه وانترك شكيت من البور انت مستغالي واتحد انت وغيرك إذا كان هدك الباسبور قدمته في بوليس فرونتير إسبانيول وقبله impossible impossible تاليز إسبانيول ما يقبله لأن لماذا لأن الباسبور ما عنده حتى قيمة قيمة قانونية هدك الباسبور وذيك العملة وهذا خطران طبعو لهم قلو لهم دارون عملت البيسيطة الصحراوية وطلم ها بيه لها جمهورية الواقع يعني الخرط قبل المرة تم ما ما خديتوش الاعتماد واعتراف لأمم المتحدة باش يقول عندكم باسبور وعملة تم ما خديتوا الاعتماد من عند العصاب بانت على العسكر انتو ما معتم دينكم غير الجينيرو وهدوك بقية الدول هدوك غير ضغط انتع العصابة وهذا النظام الحاكم في الجزيرة شكول يستعرف بيكم ما عندكم ش قصوص الدولة انتو ما أهم مقاوم في تأسيس الدولة الأرض ما كانش ويبشي كل مقلك مناطق محررة روحوا ديروا فيها دولتكم ما كانش هذه مناطقة عازلة سيسترجعوها المغرب قريبا ان شاء الله وبالتالي هذا الرجل الذي عبر عن غضبه مشا دير منشور وقال وعلا وما قبلونيش ومننا وصلاة وهذا يخدم المغرب هذا تحصيل حاصل قصك تفهم بأن هذا الجمهور اللي رك ما أمن بها انت ما يأمن بها تواحد في الأمام ما شكون كينغي واحد لكن انتو ما لستوا معتمدين لمن الأمم المتحدة لا وكان شكول ما أتعرف بيكم هذه 60 أفير ديرها إصابة العسكر في إطار سيرائه المراضي مع المغرب ويوظفكم أنتو ما لمصاحي الصالح المصلحة هذه طيقة تم ولا شي ما أكم لا دولة ولا دولة تم رأكم كم يقولوا عايشين الوهم هذه 50 أم كين فيكم اللي فاق الحمد لله ورجع لبلاده وقال بلي رشارة نندير وقال اللي رمزال في أماه وقال اللي باستفاد استفاد من هذا 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 مكان والباسبور هذا ما يقول ما هو فالاب لي في لالجيري لي في أي بلاد تا في كوبا كوبا ما يستعرفوش بيك لأنك غير معتمد من طرف الأمم المتحدة وما عنده حتى قيمة ما عنده حتى قيمة هذه نصيحة ديرها سوفينير ولا ديرها قادر تصور وراه ولا حطها في جيبك ساعة ساعة سوف بالليقاء واحنا جمهورية ساكي تروح هسك هاد الباسبورت تماندي به الفيزا ما كنش تبغي تروح أي بلاد ماذا يعطيك الفيزا في الباسبورت ما كنش غير واحد ودير باسبورت رك حزبها سعيبة ها